اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة هنقول احنا عايزين ايه احنا هنا عندنا بطاطس عندي تماطر متقطعة عندي فلفل الالوان عندي بصلايا مبشورة عندي جزر عندي حتة لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين كده في التلاجة وعندي شوية مشروم هاخد منهم جلطة اخدهم كلهم زي ما انا عايزة وعندي طوم وشطة خضرة مفرومية اول حاجة بعملها انا سبسخن المية على النار وحط فيها عصرة لمون لما تبدأ تغلي واطفي عليها وعشان نحط المشروم فيها وحقول لكم او حتشوفه بنفسكم انا هنا هاخد عصرة اللمون بسم الله الرحمن الرحيم وانزل بها في المية طبعا كلنا عارفين ان المشلم لازم ياما بنمسحه بمنديل كويس من فوق ياما بحتة كويسة بس انا الافضل عندي علشان اتاكد ان هو بقى مية 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 مفهوش اي حاجة ان انا بحطه لفة بمية بلمون والطمن خالص خالص انا هشيل العنقود بتاعه من فوق كده اهو هعمل فيه كله كده وبعدين اسقطه في المية انا بقى هنا حاجة انزل بكل الخضار بتاعي طماطم فلفل الوان بصلاي ممشورة جزر بطوتس بس المسلم المسلم معلقة صرصة كذبرة ملح كمون فلفل اسود بابريكا هذه هي الوجبة بتاعتنا سوف ازود شوية مية من الحنفية بسم الله الرحمن الرحيم نصف كبية مية وحقلبها كويس واشغل عليها النار بسم الله الرحمن الرحيم معلقة زيت زتون او زيت عادي او ثمنة زي ما انت عاوزة وحغطيها وقاسبها عشر دقايق تاخد وتجي مع نفتاعة حيز تكتفي بها على النار من فوق اوكي حيز تدخليها الفورن تكامل سويا جوه زي ما انت عاوزة خلاص هنطفي عليها اهي وحنبدأ ان احنا اخد حبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مع الرز بسم الله الرحمن الرحيم انا مش هدخلها فورن ولا حاجة علشان انا عايزها بالصوص بتاعها واجي المشروب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بفكركم بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وان شاء الله رب العالمين كل حاجة حلوة جديدة جاية باذن الله هتعجبكم وباشكركم جدا جدا وبحبكم في الله وبالفة هنا نشفى السلام عليكم شكرا